اشتركوا في القناة ومبدأ التعارف الحضاري بين الثقافات والأديان المختلفة جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري وعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أعرب عن قلقه العميق من تناني هذه الآفة لا سيمة تجاه اللاجئين منوها بالمتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء للعمل المؤسسي القائم على توفير سبل الإنصاف ونشر ثقافة احترام الآخر ومكافحة التعصب بجميع أشكاله وثمن رئيس مجلس الأمناء الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لصيانة حقوق الإنسان بما فيها المساواة وعدم التمييز محذرا من الأثار المروعة والوخيمة المترتبة على تفشي العنصرية ودورها في تقويض السلام والاستقرار وتهديد القيم الإنسانية الجوهرية موضحا أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يضع دعوة جلالة الملك المعظم لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بكافة صورها في مقدمة أولويات رسالته وتحركاته